أول نظرية في الإدارة التعليمية نظريات جيتسلز تنسب نظرية الإدارة كعملية اجتماعية إلى عقوب جيتسلز فهو ينظر إليها على أنها تسلسل هرمي للعلاقة بين الرؤساء والمرؤسين في إطار نظام اجتماعي من أجل تحقيق أهداف النظام. كما يرى جيتسلز أن النظام الاجتماعي للمؤسسة التربوية يتكون من جانبين كل منهما يؤثر في الآخر. ويتكون النظام الاجتماعي للمؤسسة التربوية من بعدين يؤثر كل منهما في البعد الآخر. تنسب نظرية الإدارة كعملية اجتماعية إلى عقوب جيتسلز فهو ينظر إليها على أنها تسلسل هرمي للعلاقة بين الرؤساء والمرؤسيين في إطار نظام اجتماعي من أجل تحقيق أهداف النظام. ويرى أن النظام الاجتماعي للمؤسسة التربوية يتكون من جانبين يؤثر كل منهما في الآخر وهما بعد مؤسسي وبعد شخصي من خلال هذا المخطط سنتعرف على نظرية يعقوب جيتسلز يرى بأنه النظام الاجتماعي أو نظام المجتمع لديه مؤسسات اجتماعية. هذه المؤسسات الاجتماعية لها بعدين. بعد مؤسسي وبعد مؤسسي وبعد فردي. بمعنى أنه هذه المؤسسة يقوم بتنفيذها أهداف أو يحقق أهداف أفراد معينة. هذه المؤسسة تقوم بأدوار أو تحقق أدوار معينة. لكل فرد من الأفراد اللي داخل هذه المؤسسة واللي يقوموا بتحقيق هذه الأدوار لهم شخصيات. هذه الشخصية هذا الدور له توقعات وهذه الشخصيات لها احتياجات إذن حاجات الفرد تؤثر على توقعات الدور وبالتالي يصل في النهاية إلى أن السلوك المشاهد له بعدين. بعد مؤسسي وبعد فردي وأنه هذا المؤسسة تتحقق من خلال أدوار ووظائف معينة. ولكل دور من الأدوار له توقعات تحددها. لا يحاول التوقعات أو في طلبات هذا الدور تكون عادة مثالية. لكن لا يتم على أرض الواقع أنه الدور هذا يعني عندما ينسجم الدور مع الشخصية أو عندما يتم اختيار الأفراد اللي يحققوا أهداف هذه المؤسسة. حقق المؤسسة أهدافها. وعندما يتم تعيين أشخاص بخصائص ومواصفات وتخصصات تتناسب مع مطلبات الدور. وعندما تنسجم حاجات الفرد مع التوقعات المثالية أو التي تحددها اللي يحقق مع هذه التوقعات يكون السلوك الملاحظ. لكن عادة السلوك الملاحظ لا يتم بشكل مثالي. بمعنى أنه ما نراه على أرض الواقع في الإدارة التعليمية وفي الإدارة المدرسية. إنه هو خليط من البعد المؤسسي والبعد الشخصي. قد يضغى البعد المؤسسي أو الرسمي على ممارسة السلوك معين وقد يضغى البعد الشخصي أو الفردي على السلوك المشاهد. وقد يتم التوازن بين الإثناء. بمعنى أن السلوك الملاحظ له احتمالي إما يضغى عليه البعد المؤسسي ويكون الغالب على السلوك أو يضغى البعد الشخصي ويكون الغالب على السلوك أو يتم التوازن ما بين البعد المؤسسي والبعد الشخصية النظرية الثانية نظرية جوبا نظرية جوبا هي لا تختلف كثيرا على الأفكار التي جاء بها جيتسلز على الأقل أن هذا جوبا كان تلميذ لجيتسلز واشتركه في كثير من الأفكار التي جاءت في النظرية الأولى نظرية جوبا اعتبرت العملية الإدارية تتكون من البعدين هما البعد الرسمي والبعد غير رسمي البعد الرسمي عزته للبعد التنظيمي والبعد غير الرسمي عازته إلى شخصية الفرق. لاحظوا ليس هناك اختلاف كبير جدا ما بين هذه النظرية والنظرية السابقة إلا في بعض التفاصيل. فيقصد جوبا بالبعد الرسمي أنه رجل الإدارة أو الشخص المسؤول سواء كان مدير مدرسة أو كان مشرف تربو أو المعلم في الإدارة الصفية يستمد رجل الإدارة أو الشخص الممارس للسلوك الإداري السلطة من البعد الرسمي. وبالتالي الصلاحيات الممنوحة له بموقف هذا المركز تكسب قوة. إذن الأشخاص يمتلكون سلطات رسمية بموقف القرارات التي تصدر لهم لشكل وظيفة مع. في بعد آخر يعني البعد الشخصي ويستمد القوة من المكانة الشخصية التي يتمتع بها رجل الإدارة للتأثير على الآخر. لكن هنا أبناء الطلبة أسأل سؤال. هل يتم تعيين الرجل المناسب في المكان المناسب؟ بمعنى هل البعد الرسمي يعني طلبات الوظيفة أو الجانب التنظيمي يعني يتم اختيار لها الأشخاص اللي تتناسب شخصيتهم مع هذا البعد غالباً لا يتم يعني بهذا الشكل. وبالتالي الإنسان أو الشخص اللي يمارس سلوكه إداري إما يستند إلى بعد رسمه وبالتالي يأخذ قوة من قوة القرار نفسه أو يكون عنده سلطة شخصية يعني قوة الشخصية عنده يعني تعطيله حق أو قوة تأثير على الآخرين وبالتالي ينجح في ممارسة الإدارة نتيجة لشخصيته ومش نتيجة لقوة المنصب نفسه أو قد يجمع بين البعد الرسمي والبعد الشخصي وسنرى في المخطط كيف تتم هذه الأمور المؤسسة هذه قد تكون مؤسسة إدارة تعليمية وقد تكون إدارة مدرسية يعني مدرسة يعني إذن في هذه المدرسة كل فرد فيها يمارس قوة أو قوة بمعنى أصح يعني هذه القوة اللي موجودة عند الفرد قوة رسمية لها تأثيرها على إذن قوة رسمية وقوة غير رسمية القوة الرسمية هي قوة اللي تأتي من اللواحي وقوة القوانين نفسها وقوة غير رسمية مش مخولة من لا بالقانون ولا باللواحي لكن لها تأثير على الناس اللي يتعامل معهم أيش الشخص إذن القوة المخولة أو القوة الرسمية هي ذات بعد تنظيمي بمعنى أنه يستطيع أن يمارس الأدوار والوظائف اللي تفرضها الوظيفة مدير المدرسة يستطيع أن يقوم بهمها مدير المدرسة والمشرف التربوي يستطيع أن يمارس أدوار ووظائف المشرف التربوي والمعلم في الإدارة الصفية يستطيع أن يمارس أدوار ووظائف المعلم في الإدارة الصفية البعد الشخصي هي شخصية الفرد اللي يمارس هذا الدور يعني بعد شخصية لمدير المدرسة بعد شخصية للمشرف التربوي وبعد شخصية للمعلم في الإدارة لكن عادة أنه الشخصية ما تركبش على البعد التنظيم يعني الأدوار والوظائف والمهمات أحيانا تحتاج إلى شخصية لا تتوفر عند كل الناس اللي يشغلوا هذه الوظائف وبالتالي تختلف يعني ممارسة الأشخاص نتيجة لاختلاف البعد الشخصي. يعني الأدوار والوظائف هي واحدة. يعني عندك يعني أدوار وظائف لمدير المدرسة الابتدائية هي أدوار لكل المدير لكن يمارسها المدرعة المدرعة المدرس مثلا في المرحلة الابتدائية بأساليب وطرق مختلفة. نتيجة للبعد الشخصي اللي مقود اللي يحصل طبعا بين هؤلاء المدير. إذا حصلت تعارض ما بين البعد الشخصي والبعد هذا يشكل القانب طارد. يعني إذا الشخصية مركبتش على الدور يعني مثلا المعلم في الإدارة الصفية يفطلب أن يكون أب أكبر وأن يكون شفوق وأن يكون رحم وأن يكون متعاون وأن يكون متعاطف وأن يحب طلاب وهو إلى آخره. إذا ما تتقساتش هذه السلوكيات هذه القوة اللي مقودة في الشخصية وتلعب هذا الدور بكل متطلباته سيحصل نوع من تعارض الأدوار. مدير المدرسة المفروض أن يكون متعاون وأن يكون متفهم وأن يعمل بروح الفريق وأن يسعى إلى تحقيق أهداف المدرسة بروح العمل التعاوني والتربوي. لهذا دائم نسموه في المدرسة أسرة المدرسة. يعني المتسبي المدرسة تطلق عليهم أسرة. إذن هو انتساب اجتماعي وعلاقة اجتماعية ودور يعني تربوي يقمع بين أطراف العمل المدرسي. إذا ما تتحققش هذه الأشياء تحصل إشكالية معينة. إذن السلوك هو نتيجة للبعد التنظيمي والبعد الشخصي وهو قد يكون مثل ما قلنا في نظرية جزلز إما يضغى عليها البعد التنظيمي يعني بمعنى إنه مطلبات اللائحة والأدور الوظائف اللي تظهر في السلوك أو إن الشخصية تكون قوية هي اللي تضغى وبالتالي معظم ما نشاهده في السلوك ناتق عن البعد الشخصي أو يحصل توازن يعني إما يتغلب القانب التنظيمي أو يتغلب القانب الشخصي أو يحصل توازن ما بين البعد التنظيمي والبعد الشخصي. لكن الإشكالية تحصل عندما يحصل إيش نوع من التعارض بمعنى إنه مطلبات الدور ما تركبش على مواصفات الشخصي إذن الأهداف اللي راح تتحقق هي ذات بعد تنظيمي وذات بعد شخصي إما يضغى عليها البعد التنظيمي أو قد يضغى البعد الشخصي أو تكون خليط من البعد التنظيمي والبعد الشخصي لكن ما يساعد الشخص على أساس أن يستمر في المؤسسة إنه فيه قوة إيجابية تعمل على تكامل المنظمة فيه أهداف قيم يعني موجودة في الأدوار والوظيف فيه قوة إيجابية تعمل على تكامل المنظمة لها علاقة بالأهداف والقيام اللي يؤمن فيها الفرد عندما يحمل الفرد نفس الأهداف والقيام اللي يطلبها الوظيفة تتحقق برضو تظهر في سلوكو وتتحقق في الأهداف اشتركوا في القناة